الحمد لله بالنسبة للمنظمات من حيث الأصل في العمل كمنظمات مدام لا يوجد في العمل ما يخالف الشريعة فهو جائز للرجل وما مدام يوجد ما لا يوجد ما يخالف الشريعة فهو جائز للمرأة فمسألة الضوابط الشرعية تشمل الرجال وتشمل النساء فالأصل في مسألة منظمة وتعمل هل العمل فيها حسن أو لا ما هي هذه المنظمة وما الذي تعمله وما هي خلفيتها للأسف الفترة الأخيرة كثير من المنظمات نشأت في الوادي وفي غيره من أنحاء العالم تابعة لمنظمات أخرى من الخارج الكثير منها اللي لم يكن الأكثر لها أهداف غير الذي تبدي وهذا عن تجربة ليس عليكم على النيات من خلال ما يفعلون على أرض الواقع لدينا إشكالات كثيرة ليست فقط دينية دينية واجتماعية واخلاقية واقتصادية وغيرها هذا واقع موجود لا نعمم لكن هذا منتشر بكثرة طيب كيف نعمل؟ نعمل أننا نؤسس منظمات نحتاج إلى منظمات نسائية قوية مؤسسات نسائية قوية هي التي تسعى إلى معالجة ما تذكره تلك المنظمات من إشكالات حقيقية وتبتعد عن ما هو مخالف لكون إشكال حقيقي أو ألم أو معاناة للمرأة دعوكم لو لم نتحدث حتى عن المنظمات التي أتت من الخارج هل لدينا مشاكل تتعلق بالمرأة في مجتمعنا؟ بلى لدينا مشكلة هل لدينا مظالم تلحق بالنساء؟ لدينا مظالم تلحق بالنساء هل علينا شرعا أن ننتهي إلى معالجة هذه الإشكالات؟ نعم واجب علينا شرعا هل المؤسسات وسيلة حسنة؟ نعم المؤسسات وسيلة حسنة إذا جاءت مؤسسات من الخارج وثبت أن عدد منها أو كثير منها لهم أهداف أخرى أو حتى لو لم تكن نيتهم سيئة أحيانا يريد هو الخير لكن من حيث يراه هو خيرا هو يأتي معه منظومة قيمية خاصة به فيظن أن إنقاذ المرأة أو إخراجها من الضيق مرتبط بالمنظومة القيمية التي وجاب خلفيتها وهذه المنظومة القيمية فشلت في بلدانهم في أن تحسن من حال المرأة حولت المرأة إلى سلعة فسواء بحسن نية أو بسوء نية نية عند الله بدل أن نكون فريسة لعمل هذه المنظمات ونشتغل فقط بمعارضتها ويجدنا النساء تلك المنظمات تدافع عن مظلمتهم أو عن حاجتهم وتجدنا نحن ضد المنظمات أسسوا أنتم مؤسسات ومؤسسات بإشراف صحيح وبقواعد صحيحة وهذه المؤسسات يمكنها هي أن تتواصل مع المؤسسات الدولية من هيئة الأمم وغيرها وتشرح لتلك المؤسسات ما هي الخصوصية الثقافية للمنطقة عندنا سواء مؤسسات المرأة أو الرجال أو الطفل أو أي أن كان أو العمال أو المزارعين أو أي مجال من المجالات بيدي أو لا بيدي يا عامر تكون عندنا مؤسسات قائمة على أسس صحيحة هي تتواصل مع المؤسسات الكبرى في الأمم المتحدة وغيرها وهي التي تشرح لتلك المؤسسات ما هي الخصوصية الثقافية في البلد أحببتم تساعدون على هذا الأساس ولا لا نريدكم ولا نريد مساعداتكم اللي هي مراعاة القيم والأخلاق والثوابت الموجودة فيها فنعم نحن بحاجة هذا نوع وسيلة من الوسائل التي إن قيمت على نحو الصحيح لغاية صحيحة مأجور من يقيمها